بسم الله الرحمن الرحيم ضربة الجزاء ما تعرفش بقى الكلام رايح جاي ولكن على الاقل يعني انت في الاخر قدامك مطش اللي جاي هو المطش المرتقب الزمالك امام النصر ورونالدو ايه بقى اللي يحصل مطش الجاي هو ده الحكاية طبعا زي ما بقولوكم الزمالك النهاردة كنا تمنى والله على الاقل الزمالك يتعادل هو دلوقتي الزمالك يعني عنده ثلاث نقاط الشباب عنده ثلاث نقاط الرونالدو والنصر هي لعب مطش النهاردة مع الاتحاد من السيري هنعرف طبعا نتيجة بتاعته او انتباحها ولكن في الاخر بنتكلم على بطولة عربية ودايما يعني النهاردة في هذه المباراة كنا تمنى ناد الزمالك النهاردة يعني ينهي لانه كان عنده فرص شيكبالة زيزو كان عندهم فرص فتوح يقدروا كانوا يسجلوا ولكن هذا هو الحظ حظ انه زمالك خسر هذه المباراة واحد صفر كان لاخر وقت زمالك عنده فرصة يتعادل على الاقل وبالتالي كان يوبع عنده فرصة كمان يكون يعني يحتل صدارة الترتيب في هذه المجموعة مجموعة ما تقدرش يقول عليها طبعا الاتحاد من السيري فريق يعني متوسط المستوى الشباب السعودي فريق افضل كثيرا من اتحاد من السيري طبعا النصر ومعاه العالمي رونالدو مطش مختلف يعني زمالك وبعام الحساب والمطش اللي جاي هو مطش مختلف من العار الثقيل امام النصر السعودي وطبعا كله ينتظر ويترقب هذه المباراة عشان يتفرق كمان على رونالدو وبالتالي الزمالك كمان عليه السعد للمباراة التالتة وهي مباراة الحسم حضرتكوا عارفين طبعا الاهلي ما رحش أزيل بطولة نسحب الاهلي قال لا كان مش هلعف أزيل بطولة كان عندنا حاجات كتيرة مهمة جدا يعني فالاهلي وزين بلوكوا كده كان عاملية صعبة هنا ولا هنا ولا هنا فيبقى فيه كمان فرصة يبقى فيه يعني حاجات جاية قادمة والاهلي بمثبت هيعمل معسكر في ألمانيا